السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم سنتحدث عن الكورونا هو فيروس ظهر في الصين وانتشر في العالم كله مفروض بنتحدث عن البن وإدارة المشاريع وانت تتحدث عن الكورونا ايه العلاقة بين هذه الحاجات بداية ايه مشكلة الكورونا مشكلة الكورونا هي عدم توفر المعلومات ما عندناش معلومات كل شوية تطلع معلومات ونقتلع بيها وخلاص هي دي المعلومات الصحيحة ويطلع ابحاث اخرى تؤكد ان هذه المعلومات لا اساس لها من الصحة بدرجة انه مفيدت لفترة طولة جدا يعالجه الفيروس انه هو ده بيأثر على الجهاز التنفسي بعد كده طلعت الابحاث بعد كم شهر تقولك لا ده بشي الجهاز التنفسي ده الدم اللي بين الاكسجين وبعد كده يقولك ده درجة الحرارة اول ما يجي الصيف الفيروس هيموت وبعد كده يقولك لا وما لهش علاقة فمشكلة الفيروس ده فعادة توفر معلومات انه هو اول مرة يجي ما عندناش معلومات كافية ما فيش ابحاث تعملت عليه ما فيش معرفة بيه انما بعد فترة لما يبقى عندنا معلومات كافية فيه فيبقى زي وزي الان في البنزة ان شاء الله وفيه بيوسات كتير جدا كانت موجودة زمان وكانت في طروطة اكبر من كده بكتير بس لما عرفناها واصبح عندنا معلومات عنها اصبحت لشيء زي الانفلوانزة دي قابت على ملايين الناس ابل كده زي الجدري مباش موجود فيه امرات كتير جدا كانت خطيرة جدا لما عندناش معلومات لما اصبح عندنا معلومات قدرنا نسيطر عليها قدرنا نتحكم فيها قدرنا ندرها هي دي الفكرة ان انا عشان ادير حاجة لازم يكون عندي معلومات ان انا عندي معلومات اقدر اربط المعلومات اقدر اربط كل حاجة ببعض واقدر اعرف ايه اللي انا مفروض اركز عليها على سبيل المثال كان فيه مرض المالاريا وكان منتشر وكان اكتناع ان تلمس حد او او تمسك اثر حاجة تحت حد عندها مالاريا وفي الاخر لما بدأوا يشوف الخرايط بتاعة المالاريا والخرايط بتاعة النموس اعزاكم الله ففجوا انهم الطبق فقالوا يبقى فيه احتمال كبير النموس هو الفيروس وعملوا تغارب واثبتوا الموضوع ده عمليا وراجل اثبت عده عمليا بعد ما عملها على تجربة من الجنود جاب شوية نموسه وحق النفس بيه وكان هيموت فيها الفكرة كلها ان احنا لو معندنا المعنوات هنقدر ندير لو معندناش معنوات سدقني مش هدر سيطر علي مش روح حتى لو كان سوعيا تمام؟ فانت تلاقي ان جوهر ادارة المشاريع هي ان انا اللي بقى عندي ذاتي لو انا عارف مثلا ان الحاجة ده تيجي ايه فهشوف مثلا انتخذي او لا لو انا عارف ان العامل عايز كذا فانا لازم يكون عندي معرفة بالعامل عايز ايه امكانياته انت حالية ايه اللي موطوب مني بالزبط وهكذا طيب واحد يقولي الكلام ده غير منطقي او غير عملي اللي انت حطتها الاهرامات تبانت ومكانش فيه ادارة للمشاريع فالادارة للمشاريع مش قادرة تعمل حاجة زي كده اولا كان فيه نوع من ادارة المشاريع يمكن ما سمت لم تسمى ادارة المشاريع الا في العصر الحالي واتخذ اصبح فيه بمي بي و اصبح فيه بم اي و اصبح فيه اصبح فيه للمان جيميلت و اصبح فيه و اصبح فيه مصاميات بس هي كتت موجودة من قادم الاذب بس لم تؤخذ الاسامي الا في الام دي يعني نسيب المثال البيوت اللي بتبنى صديقة البيئة اصبح دلوقتي لها اسامي كتيرة جرين بلدين و سستانبالة دي و اخدت الليد ولا لا و كل حاجات دي بس اللي حتى لو موجود دلوقتي مش بنفس الزوضة بتاعت الزمان بس هي الفكرة في كلها في المصاميات ولا مش حتى في الاستراح مش مهم الاسم ايه تاني نقطة المشاريع القومية كبيرة جدا زي مشروع الالعة زي مشروع الصد العالي زي مشروع الحرم زي 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 المشروع اللي عمله قضية ما كانش فيه كيوت يعني ما كانش فيه ميزانية محطوطة و لازم تلتزم بيها او وقت محدد و لازم تلتزم بيه فلما اجي بقى على الراجل اللي بناده اقول له لا انت هتبنيها في كم سنة يقول لي في 15 سنة اقول له لا هم خمس سنين بس ما مش هيقدر ما كده بفيه كيوت طب خلاص زي 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 ميزانية تمام فاصبح فيه كيوت موجودة الآن دلوقتي لما تجي حد يفكر هم مشروع هيكلف كام اعمل دراس الجدوى الاول وشوف ما فيش مشروع بيتعمل بغير دراس الجدوى فلازم يكون فيه دراس الجدوى عشان المشروع يتعمل تمام فهيه الفكرة كلها في الكيوت يعني المشروع بتاع الزمان ممكن المشروع بيه يقول له ايه معك خزينة الدولة واعمل فيها زي ما انت عايز تمام عبد الملك ابن روان لما جاي يبني المسجد الاقصى تمام فقال له رجالة من الحقيقة هو واحد كمان ابنه الحاجة وخزينة المسلمين من تصوحها معكم وزي ما انت عايزين درجة ان في الاخر تبقى لهم ده كتير فقال لهم هو زروا عليكم انتو الاثنين بالنص فقال لهم لا يعني احنا عايزين نحطوا تبرع كله في المسجد الاقصى فهي الفكرة كلها الكيوت احنا دروقتي فيه كيوت في الوقت في كيوت في التكلفة في كيوت في العمالة زي ما مثلا المشاريع دا كان الناس فالدولة كلها تشغل فيها بزداد في الفترة اللي بيكون فيها فايضان او الماية قليلة فبيتشغلوا فيها بحيث انها تكون تكلفة قليلة طبعا هلغفت قالت تخريف كتير في موضوع دروقتي الاهرامات ما نرجع به طيب البيم بقى فادنا في ايه دروقتي احنا لما كنا بنعمل مشروع قاومي زي الاهرامات كنا بنعمل حاجة زي البيم بس مكلفة يعني بنعمل موضل ممكن يكون حجمه ربعة حجم الهرام تلت حجم الهرام بس تكلفته كبيرة تمام فدي كانت حاجة اساسية لان المشروع قاومي هفتضحه الرئيس فما ينفعش ان هو يحصل فيه المشاكل فالبيم افاد نبب ان احنا وفر علينا او ادينا معلومات وفر لنا معلومات ان احنا نقدر نتاخذ من خلالها القرور كان المشاريع من غير البيم بنعمل على الخبرة ان تشغلت المشروع رائد منه دلوقتي لا اصبحوا عندك المعلومات المناسبة للمشروع ده كأنك عملت المشروع ده اكتر من مرة فبقى عارفين ان اماكن الكلاشات تتعرف تكلفة بالضبط من خلال البيم من اول مرحلة من مراحل المشروع طبعا دلوقتي يبقى فيه انواع كثيرة جدا من ادارة المشاريع زي الليل مانجيمنت والعجائي المانجيمنت ودول هدفهم الاساسي تقليل التكلفة بدل ما المشروع يكلف مليون انا وفر لك 22000 فاكلف 800000 فدي طبعا حاجة الناس كثيرة مفتمية بيه واصبح فيه مشاريع كثيرة جدا بتطرح في الوقت الحالي يقولك انا اشتارط عليه على الشخص او الشركة او الجهة اللي هدول انها هعمل المشروع دوت انها يكون عندها بيم ويكون عندها الين مانجيمنت او اجائي المانجيمنت على اساس المحاولين يوفر التكلفة فدي فكرة البيم اند بروجيكت كنترول فانت تلاحظ حاجة أساسية اللي هي البيلدينج فروميشن منجيمنت ان انا بقى عندي الكلمة بيم دي فيها البيلدينج ان هنبني مباني ومعلومات لازم لدينا معلومات عشان نقدر نتحكم في المشروع عشان نعرف ناخد القرار وعندنا كلمة منجيمنت اللي هي إدارة المشايا طيب انا نسيت عراقكم نفسي انا اسمي عمر سليم واساس بيم عربيا وان شاء الله ننتبادل المعلومات ونستفاد من بعض ان شاء الله والله اسأل ان نجعلها كثيرة المعاني وقليلة المباني وان نجعلها صنعة من حبة لمنطب وان شاء الله تكون حاجة سهلة والأزيزة زي ما تشايف الصورة ديت ده كان مشروع مشاريع القومية اللي هو سيكورتي فود ده مشروع كان معمول في قطر على اساس تخزين البضوع وتخزين الحاجات اللي ممكن للدولة تحتاجها في سنة كاملة ده كان نتيجة لموضوع المشاكل الحصير تنسأل الله ان يمقاش فيه اي مشاكل بين اي دول والأمور تتحل بإذن الله كلها يعني ان شاء الله كل الأمور تتحل فكان من دولنا حتى نحن يكون عاملينها ان الناس تلبس المنظرة بيه ويبدأ يشوف كل حاجة جوه المبنى طب دي لازم انت ايه فأغلب المشروع المالك بيقعد يتكلم ويوصف هو في دماغه حاجة والمعمال في دماغه حاجة تانية ويتبع تكريفها في دماغه حاجة تالتة ويستنوية كل واحد بيش قادر يصدر صورة ففي آخر المشروع يقول لك لا بش هو ده ان انا عايزه لا 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 غير لي لا 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 بش هو ده ان انا بيحصل بعد ما متخلص ففاجئ ان او بيقولك لا دمين للغرفتين دول على بعض طب ما دي تكلفة فلما بيشوفها بالنظارة كاينها تبانى قدامه فبيقول للمنظارات دي وانحنا لسه بنصمم ما فيش حاجة بيتموجودة في الموقع تكلفة كلها تكلفة التعديل لما يكون في اول المشروع تبقى بسيطة في خلال المشروع خلاص حانجتنا المتيريال وخطنا المتيريال وجبناها المصنح هنرجحها ولا هنرميها ولا فتبقى تكلفة جدا فدي من ضمن التكنولوجيات اللي هي الفيرشور الرياليتي ما كانش موجودة او ما كانش هتدخل مجال المعاولات الا من خلال البيم فالبيم افدني في حاجة زي كده طيب اللي احنا البيم اصبح مهم جدا زي ما تشايف ان اصبح دلوقتي الناس بتتحدى وكل واحد بيبني مبنى اكبر من الثاني وكل واحد بيبني مبنى اليونيك ما تعملش قبل كده وبش لازم يكون اطور بس ممكن يكون لشكل مختلف لحاجة فتحدي انشائي فاحنا ممكن نعمل مبنى وبعد يومين يقع ممكن انه قبل ما يخلص يقع وحصلت كتير فكنا عشان يعمل يتأكد ان المبنى ده بش يقع بيطر جيب اجهزة غالية جدا ويعمل محاكاة ويعمل مبنى صغير ويحاول يعرضه لأطبسة درجة من الحرارة في الوقت كل الحاجات دي ممكن نعملها من خلال البيم ونتأكد من الامكانية ان المبنى ده يتعمل ويخلط يعني يعيش فترة طويلة طبعا الخلود نسبي فمثلا لو عاشي مثلا تلاتين أو بعين سنة ممكن نقول او ده عدة طبعا فيه طبعا لو نزرت شراء المعزز هتلاحي حاجات من مئات السنين طيب من دلنا حاجة تعرضه المهمة في موضوع البيم وموضوع ادارة المشاريع ان المزانية عندك محدودة عندك الديدلائن عندك موضوع الكلابريشان بيبقى في امكي كتير جدا طيب لو احنا شفنا ان فيه information overload اصبح فيه كمية كبيرة جدا من المعلومات اللي هي بنسميها big data كمية ضخمة جدا جدا من المعلومات وفيه risk جدير مثلا ده مشروع موجود في الإمارات كمية التفاصيل اللي موجودة فيه رائبة جدا لو انت حاولت تاخد section 2D وتعمل مشروع كله 2D فشبه مستحيل فأصبح ان انت تشغل مشروع بالبيم اصبح امر شبه كبير فيه مشاريع فعلا لو انت حاولت تعملها بالاسلوب العادي او بالذاكرة او بالفزلكة هتفشل ممكن تعمل بيتك مثلا من غير ما تكتهد انها محاية بالتفاصيل الرائبة ديت وشكل مش خط مستقيم او كده فيه نحناء ده برضه مشروع من ضمن المشاريع القوية جدا ومعمول بالبيم درجة تفاصيل رائبة جدا ما ينفعش حتة حديد ما ينفعش اي ستيل يتحط مكان حتة ثانية لازم كل واحدة تركب مكانها كل واحدة تجي من مكانها كل واحدة تجي من مكانها فكل حاجات تقطع في المصنع فلازم تتعامل بدرجة تفاصيل ويكون معمولة كواس جدا بحيث انها لما تتصنع مفهش تروح الموقع تتعدل فيها بالاسلوب العادي كان لازم ما كيش كتعة تطلع مصبوطة مية في المية غلط لما يعمل بالفابريكيشن بالبين بيطلع مية في المية طيب زي ما تشايف التطور في صناعة المناولات أقلال جدا مقارنة ببقية الصناعات ببقية التطور التطور الوحيد الموجود حاليا اللي عمل له ده هو البين هو قدر يطور فكرة صناعة البناء وقدر ان هو يربط تكنولوجيا كترة جدا طبع السري دي مش هتقدر تطبع غير لو عندك موديل مظبوط موديل مظبوط يبقى ببينة حتى مثلا ال بياخد الحاجات ويبدأ يحولها لبينة كل التكنولوجيات الموجودة من خلال البينة طيب دورة حياة المشروع من خلال فكرة ومن خلال فكرة ومن خلال فكرة لكان المعنوات كل مرحلة منهم متفقد يعني اثنين من مرحلات دي مثل هم معنوات كتيرة طولت او عندنا اكتر من مصدر المعلومات دلوقتي اصبح عندي هو مدر واحد في كل المعلومات المعلومات يعني ادارتنا شريعة فلو انا وقف مرحلة وبعد كده اجلي حاجات كتيرة دي تلت زي ممكن اوضع شهر عشان ننظم واعرف ايه اخر لوحة اللوحة 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 المعتمدة لا ده في لوحة قابلية لا دلوقتي بيعاندي مدر واحد هو اللي اقدر ااخد منه المعلومات وقدر اشتغل عليها برده موضوع الوبرشن اندامجمي ده شركة مستقلة بيتاخد الحاجات من الكونستروكشن فبتلاقي تظهره كتير جدا فعشان كده بيبدأ يعد شهرين تلاتة اربعة عشان ننظم المعلومات دلوقتي اصبح من خلال البيم فيه زرار بتدوس عليه بيطلع لك ملف الكوبي اللي نقدر نشتغل عليه بدون ايش اخص طيب احنا عاملين نقول بيم 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 فالبيم اللي تعرف كتير جدا كل واحد يقول التعريف اللي هو عايزوه تكنولوجيا جديدة في وصناعة البناء بنقدر نحط كل العناصر الفيزيائية في قلب المبنى لو انت تدور في عاكمة البيم هي بلنك انفروميشن مانجيمت وليس مودرينج تقدر تحط كل المعلومات المشروعة بحيث كانت في مبنى حقيقية فقمست البيم بقى ان انت كل العناصر هتامس اللي اكتعليه هيدي اجيب لك المعلومات طب لو انا عندي كده هتامسلت عليه هيقول لك ده خط هيقول لك ده قوس هيقول لك ده موجود على الياركازة انما هنا هيقول لك ده فقاني ليدل كمية الكهرباء اللي في قد ديه كمية المية كمية الهوى الارفلو كل المعلومات اللي ممكن تحتاجها عشان تاخد قولار هتلاقيه يعني في حاجة اسمها value engineer نحن نبدأ نقيم ونبدأ نشوف مثلا ازاي نوفر التكلفة الحاجات دي كلها اللي انا ما عنديش معلومات هوافر ايه ما انا مش عارف اصلا ايه اللي عمله و ايه اللي ما عملهوش تمام فزي ما انتشايف اللي بم اثبت جدارته حتى في بعض المشاريع لانه انه هو بيوفر كتير جدا في الوقت احسنان التصميم احسنان التنفيذ بذات في الموضوعين اقوى حاجة فيهم الموضوع حل الكلاشات اللي انه ثانية بيقدر يقول لي الكلاشات موجودة فين الحاجة الثانية موضوع الاسكادول ان الحصر اصلا بيجيلي جاهز هو اول ما تملك حاجة بيظهر معي في الحصر احنا عندنا Building Information Modeling واللي احنا عندنا نركز عليه ان بلدنج مقصود بيها اثناء عملية البناء وحتى بعد ما مبنى ينتهي ويصبح مبنى قائم وناس قاعدة فيه نقدر نستفاد منه ومن موضوع البناء الحاجة الاخرى ان كلمة بلدنج مقصود بيها المدن مقصود بيها ده كده سمارت سيتي مقصود بيها الطرق مقصود بيها المطار نفسه وكل الحاجات المبنية للانسان ويقعد فيها بيتماشى فيها كل ده الموجود في البناء زي مثلا دي مدينة الكاملة فيها كل المعلومات طبعا الاستفادات اللي احصل عليها بس بشو ندر نخرش فيها بالتفصيل تمام الـ Information هي اهم حاجة لازم يكون فيه معنومات الـ M مقصود بيها المعلومات المشهور عندي حاجة 3D طيب لو نعبنية حاجة 3D في Max او في كاد او في سكوتش أب عندك شكل حلو بس لو عملت تسليكت عليها عنصر بش هيديك انها معلومات هيقول لك دي ماسنج دي كتلة فما يدرش يعمل لي كلاشات طيب في الفور دي بيقدر يدخل بعد الزمن فعشان تقدر تعرف الحاجة دي تحتاجها امتا بدارت المشاريع فيه حاجة اسمها ان انا هجيب الحاجة امتا الـ Procurements فمن خلال الفور دي ابقى عارف ان الحاجة دي حتكى في شهر 3 في شهر 4 فابعت قابليها بفترة اقول لهم ان الحاجة دي انا عايزها في اليوم الفلاني فبدل ما تيجي قابليها بفترة طويلة وبعد كده تلاقي فيه عندك مشكلة هتخزانة فين او تيجي بعديها والناس مرقونة لأ انا اقدر ادير الموضوع وفي الـ PMB الاطدار السادس قال لك الـ Procurements مهم جدا ان هو يستخدم الـ PM عشان يبقى عارف الحاجة يا عزها انت طيب الـ 5D اللي هي تقدير التكلفة ان انا قابع عارف التكلفة المشروع ده من قبل ما ابدأ طيب الـ 6D اللي هي الـ Sustainability اللي هي ان انا اعمل مبنى صديق للبيئة اعمل حاجة الناس اللي موجودة فيها تكون مصريحة هكون تكلفته اقل بيوفر في الكهرباء بيوفر في الماء الـ 7D ان انا اعمل فسايلة management اعمل ادارة لمرافق المبنى بعد ما المبنى اشتغل والناس كتيرها انتجي فيه وتسكن فيه اقدر اعمله صيانة و اقدر اديره بحيث ان الفترة اللي هيعيشها بدلا ما عيشها سنتيني عيش عشرين 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 وعك طيب الـ BIM هتلاقي ان هو ارتبط بحق كتير جدا الـ Urban and City Modeling موجود فيها الـ Fire Regeneration نقدر نوزع ونتأكد ان ان احنا شغلنا مطابق للكود الـ NFPA او مطابق للكود المصري او اي كود انتشغل عليه نقدر نشوف الرسائد بلانيج ونقدر نخطط نقدر نعمل safety يعني ممكن نعمل شخص يده يمشي في قلب الموقع يقول ما يقبط في حاجة او يلاقي فيه مشكلة مثلا يقبط في حاجة ينبهنا ان المكان ده مفروض يتحط فيه صور مرتبط بجيء يعني عندي مدينة او عندي منطقة اقدر احط فيها معنومات بتاعة الـ BIM فهو قدر يربط بين حاجات كتيره فهنا زينا هشافين ان هو اقوى واسرع وبيوفر فيه التكلفة يعني بيوفر في التكلفة وبيوفرلي في الوقت ويديني جودة اعلى العادي ان انا لو هووفر في التكلفة فانا محتاج ان انا اتفع فلوس اكتر لو انا عايز اوفر فلوس يبقى كده الجودة هتبقى قليلة اول وقت هياخد اكتر فلازم تضحب حاجة لا احنا ندرس بشي تضحب حاجة خالصة اعلى تكلفة واقل وقت واقل اعلى في التكلفة واقل في الوقت واعلى في الجود والمخاطر بتقلي بيبقى عندي معنومات اكتر احنا لدينا عاصر الاساسية لازم نكون متنمين بها لان احنا محتاجين معلومات كويسة في شكل كويس من شخص موصوق فيه في الوقت المنسب ما ينفعش جيل معلومات متخرة او تيجي من شخص موصوق فيه فلازم ان احنا نعمل البيم هو البيم موجود مجرد بسطة او صفتويل ما فيه برنامج اسمه بيم بس فيه فكرة البيم ان انا اقدر اعمل سكتر ايه حاجة يدينا معلومات ان انا في ثانية يطلع للكلاشات في ثانية يجيب لي السكدولات فلو الموضوع ده تطبق يبدأ برنامج بيم طيب لو احنا نبص على عناصر ادارة المشروع هنلاقي ان احنا عندنا عناصر كتيرة جدا والبيم يدخل فيهم كلهم عندي بروجيكت سكوب منجمت بروجيكت سكوب كوست تكليفة اللي هقولنا البيم بيشغل فيها بروجيكت خدوة حتى البيم بي بيأسن نفسه لسبعة واربعين بروسيس او سبعة واربعين مهمة كلهم بتلاقي البيم بيشغل فيهم بشكل او باخر حتى مثلا الستيك هولدر تعالنا ندور على ابعد حاجة ممكن احد يفكر فيها الستيك هولدر فما الستيك هولدر ده مثلا العميل او جهة معينة مثلا لما تبقى مطلعة على البيم في نفس الوقت وأبديتت وكده بيبقى عندها رؤية حلوة للمشروع ولو عندها اي طرحات ولا في الاول فحتى الستيك هولدر منجمت موجود في البيم وفي حد كان صديقي عزيز يعني شغال في نقطة الرسالة بتاحت كلها ازاي استيك هولدر منجمت من خلال البيم العقد برضو ازاي نزير العقد من خلال البيم فتقريبا كل ادارة المشروع نقدر نستطيع ان نفعل البيم بشكل موصوب فيها فلما تجي تبص على العنصر الأساسية للبيم من بيبوك هتلامس انها بالكلمة فلسكوب عندنا الـ Elements هو ده اللي هي خلالت حكم فلسكوب الـ Time عندنا الـ 4D تقدر تشوف الحاجة تبيني واحدة واحدة وتشوف ما فيش حاجة وبدأ يظهر الأساسيات الـ Foundation وبدأ يظهر Floor وبدأ يظهر حوائط ودور دور يظهر قدامك فتبقى متخيل الحاجة تظهر ازاي عكس لما تشوفها في البرمافيرا ممكن متخيلش كويس التكلفة دي من اهم الحاجات في الإدارة المشروعة تخيل انت قدر مشروع وكان مفروض ان انت تعملك مليون وعملته ونفسه في الوقت بس عملته بتاكل مليون اكيد الناس في الشماء بسوطة فالبيبي بيديك قدرة على السيطرة على التكلفة وتبقى شاهد التكلفة في كل فترة وتبقى عارف هل تقدر توافق التكلفة دي ولا لا الـ Quality و Cash Striction لو انت عامل Cash Striction كويس فاكيد الـ Quality فاكويسة ولا تحتاج ان انت متعيد الشغل خلال انت بعد ما عاملت شغل وكي جدت مثلا ان فيه دقط سكيف هيعدي فبطر تكسر في الكاميرات وتكسر في حاجات تتعملك وتهدم مبادل ممكن حاجة مثلا ان هتاخد شهر لأ هتوقف شغل وتكسر وتعمل شهرين ثلاثة لحد ما تعدل فيه الشغل البروكيورومنت برضو معنا في البامي الانتجريشن اللي هو تبادل المعلومات ويتحمل المسئولية طبعا في اسهل او اقوى حاجة ان انا هدير البامي بيها اللي هي ان كلنا مسئولين عن ادارة المشروع من اول يوم لاخر يوم حتى الراجل بتاع فاسرة منجيم تبقى موجود معنا في اول اجتماع الراجل بتاع فاسرة موجود معنا في اول اجتماع بحيث لو عنده اي قرار بيبدأ احطه احنا عندنا مودل واحد في كل الانفروميشن فالعمل دخلت جوه المودل اقدر اخد اي معلومة مباشرة ولو حبيت ان انت تعمل تعديل بيبقى سهل كتير جدا في موضوع البروكيور لو انت حبيت تقدر تكلفة برضو فهتلاقي كل ادارة المشروع من خلال البروكيور من ضمن الاسرار في الموضوع اللي هو حكاية ان انا بديل المشروع من خلال البروكيور او البروكيور ان انا بقسم المشروع لقطة صغيرة عشان اقدر اديره شكل قوي فلو انت تبصت على الكياد وتمسك خطين وتديره رقم معين مش هيتقدر تديره تنظيم معينة او تحطه اكتيفتي او ساب اريا معينة بش تقدر انما في البن تقدر تعمل دوت لانه عنده حكا اسمها برانطر فكل انصر تقدر تعمل عيس الليك وتحط له المعلومة دي في قلب البرانطر انما حتى في البروك او دينامي بلوك ماكوش ان انت تحط البرانطر او تحط كل المعلومات اللي انت عايزه طيب فلازم نددني الحاجات اللي هتفد جدا في ان انا قدير المشروع ابيعارف المالك هو عايز ايه ما ممكن يكون المالك مثلا يقولك انا مش عايز حاجة خالص غير ان انا عارف المشروع هيتكلف كاب بس او ان انا عايز اعمل له او اعمل له energy analysis فلازم تقعد معاه وتعرف هو عايز ايه بالظبط ايه المهم بالنسبة له ممكن يكون اهم حاجة بالنسبة له الوقت وش مهم التكلفة خد الفيوز زي ما انت عايز او لا ده هو كل اللي معايا اللي ورسم نبويا مليون حتى لو اتعد اربع خمس سنين باش مشكلة المهم ان انت تلتزم بيه الفلوس اللي موجودة ده فلازم تبعارف هو بيفكر في ايه او هو الميزانية بتاعته ايه او هو عنده استعداد ايه عميليه طيب عشان برضو نكون متفكين فبنعمل حاجة اسمها EIR بنقعد مع المالك ونبدأ نكتب هو عايز ايه يقولك مثلا ان عايز ادرب الناس بتوع البن بحيسي بفهمين دي اهتبه من ضمن الحاجة في العقد مثلا انا عايز الى 24 ساعة اقدر اشوف اخر حاجة في الموديل هنرفع الموديل على اي منصة اونلاين زي زي بيردار زي بان توتونستين زي بان تراك في حاجة كترة جدا وكان في عقدة فعلا مش صالتها كده طيب بعد كان نعمل في العقد نحط كل تفاصيل اللي احنا عايزين نحطها الاتفاقيات مثلا من المسؤول عن المعمار من المسؤول عن شايت والإيميليات عشان نقدر نتواصل هذا نعمل كوردينشان كل تدقيه طبعا نتبذل ملفاء كل تدقيه وهكذا بحيس ان المشروع يكون فيه سيطرة عليه ويكون فيه إدارة للمعلومات زي ما تشايف لو انت بسيت على حاجة فكات مثلا داتو دي بس هتعرف منه ايه طوله عرض انما هنا تقدر تعرف مثلا سيو توبتها وتعرف الخصائص فلاحته الموقع بتاعه وكل المعلومات اللي انت ممكن تحتاجها هتقدر تاخدها من خلال البيم تقدر تاخد كل المعلومات اللي انت ممكن تحتاجها عشان تاخد خروع مش لازم تكون انت البروجيكت منجر ممكن تكون مانس مكينيكا مع ماري انشائي بس عايز تاخد قرار معين هتشتري من ده تاخد دوت هتضطر تزيح ديت هل الشباك ده كويس ولا نجيب دوتاني من الازاز كل الحاجات دي تقدر من خلال تكون راجعة البيمة اللي انت تسهتر عليها فهي اعتبارها لعبة اعتبر البيمة ده متعة لما يكون شغل بكاتك ولا بزهارين لما يشغل بالبيمة بنبقى مستمتعين جدا بالشغل شغل براماتيك بتبدأ تحط كل الحاجات كده كأنك بتحط ليجو عندي انا كزا لعبة ليجو هنا تمام قديمة حتى لعبتين اماما فبتبدأ ترتب الحاجات انا ومعز بنعبي فبنبدأ نرتب الحاجات وكل حاجة بتفعل معرمات وزاد ان تقدر تاخد يعني هي الكمبيوتر بيبقى احسن بكتير جدا من موضوع ان انت بتعمل المكهبات سبقى فيها متعة اجمل بكتير وبتبدأ الترتب ولو فيها حاجة نقصة هتقعب فيه مشكلة على سبيل المثال مثلا حطيت مكنة ومواصلتش كهرباء هو اوتوماتيك بينبهني ان فيه كهرباء بش بتوصلها ان فيه صرف بشتوصل فيه موية بشتوصلة فهذا زي ما نشاهد كل حاجة ببقى فيها المعلومات كلها اللي موجودة فيه العنصر دوت تمام فنا عندي حاجة تلك جدا نهوط نبدأ ان نربطهم مع بعض الفساد design السابرات شايد الفوردي والريال تايم كل ذا موجود مع بعض ومرتبط مع بعض فيه موضل واحد المعماري والإنشاء وكهرام كانتك كان له جسم إنسان العظم ده هو استرافشار الجلد ده هو الفساد او الارتكتشار الميا الميا الدم التنفس التنفس كل مع بعض الجزء في مكان تلاقي حد جاءلك مثلا بدلوحة الأول دور الأول تنسيين في الدور الثاني أنه منصق وعدل المعماري والإنشائي انما في البيم بتتنبه بسرعة اي تعديل بيصل في كله في الاجتماعات او في المراسلات بتلاقي واحد بعد اميل لناس كلها وواحد تاني يقول لأ الميل ده انت بتبعتون ليه ده بيش تخصوصي بليش فيه واحد تاني يقول لأ في معلومة ناقصة طبقاني واحدة فيهم اللوحة الاهم انما لا في البيم هو مضل واحد بتعميله قضيته بنبدأ ناخد كلنا المعلومات منه الرف اي بيقل في الشغل بتاعنا المشاكل بتقل وهكذا فعلى طول لما يكون فيه الدزاينر بيبعت ليه البيم كوردينيشن بيقول له عايزين نعمل افديتة للحاجة فهو بيبدأ يشوف الموديل ويبدأ يشوف المشاكل وبيعرف مين اللي مفروض يعمل التعديل ويبعث يقول له وعمل لي التعديل فيه وكذلك في الموقع والأوفيس بيبقى في اي مشكلة يروح بعيده على طول والموديل موجود يعني هو ممكن يبصه على الموديل ويبدأ يعرف المعلومة من غير ما يكلم الرجل لو فيه مشكلة وفيه غلط يبدأ يبعث له رسالة وبيبقى الموضوع اسهل كتير لو احنا شغلين بالاسلوب العادي فزي ما تشاهد احنا بنقلل الأخطاء بيبقى عندنا تنبؤ بالتكلفة فهم اكتر للمشروع لما تكون حاجة سري دي وفيه معلومات تقدر تفهمها انما لو هي معمولة دي ممكن المشروع يخلص والانشايف مش عارف المعمال عايزين ايه ولا الكهرومكان كان فاهم وما عايزين ايه كل واحد بتكلم فيه جزء خاص بيه تعالى بقى نشوف التقريقة التقليدية في البنانج عن سكادول بشكل دوت ويه الطريقة الحديثة بالبن فانت شايف ايه الحاجات اللي تمت والحاجات اللي تأخرة وكل واحد اللي هي لون و 3D وبتقدر ترفيها فانت تفضل ان واحد وش ديو بريفير طيب ده ما تجي بص هنا ده البيتس لاين والأكشوال بتقارن بين الحاجة اللي مفروض تتعامل والأكشوال بالشكل دوت ولا بالشكل دوت انت هنا شايف اللوندول طب اللوندول بتوعيد دول بتوع الميكانيكل هنا بقى بتشوف الحاجات فعلا حقيقية وبتقدر تشوف الألوان ده الحاجة اللي تنفذت وحاجة اللي مفروض تكني تتنفذت دي مسلا طريقة حلوة قوية عفين تنظم الشغل بتاعك إيه اللي زبال أول زبال ثاني وشي الورقة ديت في الطهنة والألوان جميلة جدا بينما هنا الموضوع ببقى أوضح وواضح الترتيب المشروع في الفور دي وكزالي برضو البروجرس ميتنج بالشكل دوت وهي البروجرس ميتنج بالتباع معهم وحتى لو كانوا في الفور دي فانت بتوارين فيلم 3D و 4D بيبدأوا يشوفوا ويفهموا كل حاجة في المشروع هنا مثلا الترتيشن الكليم اناليسيز في مطالبات لتعديلات وكده فبيبقى فيه لا احنا عملنا لا ما عملناش إنما هنا بيبقى الموضوع أوضح بسبقى شايف الحاجة اللي نفذت والحاجة اللي كانت مفروض تنفذ فبيبقى الموضوع أهل لك المشاكل ده الديكمنتيشن وده شكل الديكمنتيشن في البيم فبيبقى الحاجة موجودة بشكل منظم وبيبقى الحاجة موجودة في الفور دي وتشوفها كأنك شايف لدي فبيبقى موضوع أسأل كثير طيب لو جينا نقول أهم حاجة في موضوع البيم دوت أو ليه البيم فعلا مفيد جدا إن البيم بيبقى عندي أغلب الشغل في مرحلة الديزاين بيش في مرحلة المشاكل قليلا والحاجات التم في الأوفيس في التصميم فلما بنزل شغل القلب الصحيط بشكل مشاكل ابن ان تستيقى لا يمكن سيقول المشاكل كلها بتظهر في أ WWB فلو أند حالة المشاكل للاّول فقدرتي على حد المشاكل أكثر تجلف التعديل أقل وفي حاجة مهمة في اتخاذ القرار اللي هي DSS نظام ده هيبقى من خلال ايه من خلال المعلومات من خلال البنت من خلال ان انا لم أفرز اي معلومة اقدر اشوفها مجسامة قدامي ومعودش اخام من تخمينات وممكن تطلع صح وممكن تطلع خلط طيب السيستم ده بقى معامل ازاي؟ الوقت تبقى اصبح حاجات من البرنامج جاهزة ان انا ادخل للمعلومات اي حاجات عندي فلور بلايه نستيكشن وهكذا 3D لازر سكان كل المعلومات دي تأخذ بقى البيم لو انا عندي بوينت كلاود بردو بدخلها كل حاجات دي بدخلها بعد كده البرنامج دي يقدر يقولي ده انسب حاجة كذا مثلا انسب حاجة بدلت حرارة كذا ففي برنامج متخصصة تقدر تقولي افضل قرار اخذه في الموضوع ده هيبقى ايه؟ بس محتاج ان انا ادخل كل المعلومات المتوفرة عندي وكل ما تيجي معلومة جديدة ابدأ ادخلها فانا عندي دهت سيت بيبدأ عندي الزكاء الصناع يعمل لها اناليسيز ويبدأ يساعدني في اتفاز القرار بيبدأ يديني اكتر من اختيار ويقولي الانسب لي ايه؟ فببقى انا عندي حاجة معينة بيبقى مشكلة معينة هدف معين بيبدأ يقولي مثلا من ناحية تيكنيكالها يبقى كذا من ناحية الإلكانوميك مثلا من ناحية الـ Low Carbon Building اللي انا عايز اشوف الكربون عايز اقلله فممكن يقولي مثلا انت ممكن تغير نوع الاساس ممكن تغير العزن ممكن تغير كسب فبيبدأ يديني الاختيارات ويبدأ يصملي ويقولي الاختيار ده مثلا هنكلفك قد كده وهيوفرق قد كسب فانت تاخد القرار الانسب ليه من خلال معلومات وليس من خلال التخميم فكل من خلال المعلومات بيبدأ ان نصدرها ليه برامج معينة اغلب البرامج دي بتاخد gpxml الموديل بتصدره gpxml وبعد كاف دخلوا البرامج متخصصة تبدأ لعمل مقارنة وتشوف الافضل ليه هيكون ايه على سبيل المثال ممكن تكون مثلا مثلا اصناعي في الجوريزم معينة بتديله المكان يبدأ يشوف التوزيع ويبدأ يشوف انسب حاجة ليوصل بين الاماكن ممكن الطرق مثلا هيوصلها ازاي وكسب وحتى في المباني ممكن اديله منطقة معينة واقول له ابدأ استمهالي كل ده بالذكاء الصناعي انا ببرمج على بعض الحاجات وبعد كده بيشوف كل تصميم ما انا بعمله بيتطور نفسه كل ما بعمل تصميم هو بيفهم مني انا عايز ايه واللي يسهل علي بعد كده كان مثلا بركب عربية برمجته زي سوق بس لما انا بسوق شوية هو بيبدأ يلقط مني اه ده انا بسوق مثلا بين الحرطين طبعا انا بسوق غلط هتعلم مني غلط فلازم يكون اخذ بالي وانا بعلمه هنا مثلا مكان بيبدأ يشوف الغرفة طب هايبدأ يوصل بينهم ازاي طب البواب هتابع عامله ازاي وفي ريفت عشرين وعشرين وعشرين بدأت تنزل في بعض الحاجات الى ازاي كده وشو راحناه بمقربه اهي البرمجته بيبدأ يحط بعض الحاجات ووصلها ببعض ويبدأ يطلع له اشكال كتيرة وهو يشوف افضل شكل ممكن مناسب ليه بيبدأ يعمل مقارنات كتيرة ويبدأ يشوف انسب حاجة حاجات لو انت تعملها منه ولا تاخد منها كتير اوي لها مثلا حاجة هي معمولة بجرس هوبر بيبدأ يحرك شوية طبعا فيه برمج بعد كده او فيه ادينس تدرسل طبعا وبحيس ان هو يشوف لك انسب حاجة من دول ايه يعني انت يعملها شوية ويشوف الشكل لا هو يبدأ يكارن ويبدأ يشوف لك انسب حاجة ليه يبقى سبعة دوار او خمس دوار او حاجة في الكويت كان عامله نورمان فوستر هو عامل واحد بس ويبدأ مدخله على البرامج المتخصصة وبدأوا البرامج المتخصصة دي تعمله نمازج مختلفة باشكال مختلفة وبعد كده لما الناس راحت طبعا كلهم طبعا سلاسات الابعاد وهما بدأوا يختاروا الشكل الانسب او اللي هما شايفينه افضل من وجهة نظره وده الممنى في الحاجة فزي ما تشايف مطوع لدارة مشاريع قوي جدا بالذات من خلال ان تستخدم اداة قوية زي الفيم بدل ما يبقى فيه تخميات كتير وفيه جهل كتير في المعلومات لأ هيتوفر لك المعلومات جزيكم لخيرا ولو في اي اسئلة بعثها لي وان شاء الله نتواصل مع بعض اكثر بسم الله سعيد نتواصل معكم والف شكر بك انت's شكرا